تعليقا على موضوع الدكتور اللي أنا قلته اللي أوصى بغسل اليد فيعرضوا لحضراتكم كلامي اللي أنا قدمته فيعرضوا لكم التالي من كلامي اللي بقول فيه عدم زيارة المرأة بعد الولادة مباشرة اللي جهت تلويين 12 حماية لصحتها وصحت مولودها بل نعرف كارثة وفاة نساء بعد الولادة حتى القرن آسف القرن 18 بل الطبيب الذي أوصى بغسل اليد اعتبروه مجنون وضعوه في محطة نفسية مصحة نفسية فقط لأنه نادى بغسل اليد قبل أن يولد طبيب المرأة ولكن الكتاب المقدس أوصى وبكمل بقيت الكلام فخطأوني جدا أن يقولوا أولا ده من القرن 19 مش 18 واحد ويقولوا ادعاء أنه قال تخريف كتيرة وعشان كان عنيف مع أسرته في مستشفى المجنين فيقولوا يعني مش من ضمن الأسباب ويقعدوا يركزوا على كلمة فقط ويكرروا طيب لحظة واحدة أشوف الفيسبوك إذا كان شغال ولا لا 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 أنه بيقولوا الفيسبوك مش شغال رغم أنه قدامي أعتقد شغال تنوي أتمنى ما يكون شرح للصفحة الجانبية كالعادة احتملوني لحظات قد يكون ما اشتغلش على الفيسبوك طيب لحظة واحدة معلش أستسمحكم عذرا معلش حضراتكم تحملوني دقائق أتمنى أن الفيسبوك يشتغل طيب أعتذر لأسازية الأحباء في الفيسبوك إذا كان ما اشتغلش من البداية أخطأت ويأرجو أرجع للجزء الأولاني اللي هو أدوبك بس خمس دقائق في اليوتيوب في قناة اليوتيوب وأعتقد دلوقتي تشتغل على صفحة الفيسبوك معرفش بيقي الفيسبوك بيعمل حركة دليل إنوهي أنا آسف مرة تانية وأسف على التشتيت أرجع مرة تانية المهمة في النقطة اللي أنا قلت عليها في موضوع الطبيب اللي أوصى بغسل اليدين فأولا أعترضوا على نقطة أنا من قالوا كلمة إن ده من القرن 19 مش الثمنتاشر وغلطوني فيها ويقولوا لأ لأنه كان قالت خريف كتير وكان عنيف مش بس السبب الوحيد اللي حطوه في المصحة لكن من ضمن الأسباب وقعدوا يكرروا كلمة فقط فقط اللي أنا قلتها دي ويقولوا إن هي يعني كما لو كانت غلط بغلطة ما حصلتش ويقولوا إن هو قال قراء خيبة كتير ده التعبير اللي استخدموا عشان كده ما صدقوهوش في موضوع عسل اليد ليه لأنه قعد يقول قراء خيبة قوي ويأيضا قالوا إنه كان عنيف مع أسرته كل دي الكلام اللي قالوا وقالوا حطوه في مصحة ومات مضروب ليه لأنه كان عنيف جدا ده الكلام اللي قالوا يعرضوا التالي اللي هو والدكتور اللي احنا بنتكلم عليه ويقولوا لحضراتكم على كل هذه النقاط ناخد نقطة نقطة من اللي قالوه أولا الرد على إني أخطأت وقلت القرن الثمنتاشر الحقيقة لا أنا لم أقل إن هو من القرن الثمنتاشر ودي المغلطة المعتادة اللي هي زي ما بقول لحضراتكم سترامان فلسي يعني رجل القش تغير اللي قاله الطرف الآخر تحرف كلامه مثل في كلامه تأوله لو ما قالوه عشان تهاجم امام الناس ويسهل الأمر عليك إن انت تخطأ رغم لو ما قالش الكلام ده أنا قلت كارثة وفاء وده اللفظ اللي قلته كارثة وفاء النساء بعد الولادة حتى القرن الثمنتاشر وبعد كده قلت ايه بعد هذا قلت الطبيب اللذي نادى يعني لغاية قرن الثمنتاشر كانت النساء بتموت لكن لما قول بعد كده ايه معناه ده يعني ايه بعد القرن الثمنتاشر اعتقد ده واضحة بعد القرن الثمنتاشر يعني قرن التسعتاشر ده اللي عايز يفهم كلام مش يحرف ما هو بعد قرن الثمنتاشر بالطبع قرن التسعتاشر انا لم اقل على الاطلاق وستجد ده ده كلامي لم اقل على الاطلاق من القرن الثمنتاشر لكن في حاجة مهمة ايضا مغلطة رجل القش تحويري لما عايز اقوله في النقطة الاصلية ايه هي نقطة الاصلية نقطة الاساسية هي ان الكتاب المقدس تكلم في شرائع تطهير عدم الاقتراق من الام الوالدة حماية لصحتها علشان مضوح النفاس وصح مولودها ويرحط جسده بالماء عشان منع نقل العدو وذكرت قصة الطبيب دي اللي اوضح انه حتى القرن الثمنتاشر كانوا لا يعرفوا هذه المعلومة ويخطئوا بعدم غسل اليد ما بين توليد امرأة واخرى وفي القرن التسعة تاشر بدأت خلافات على موضوع غسل اليد ما بين توليد امرأة واخرى دي نقطة مش قصتي وحطوه في مستشفى المجنين عشان قال غسل اليد ولا معها اسباب اخرى وما مضروب ولا لا دي مش نقاط ليه بيتوه الناس عن نقطة الاصلية نقطة الاصلية ما لم يكونوا يعرفوه حتى القرن التمنتاشر اختلفوا عليه في القرن التسعة تاشر وبعدها تأكدوا من صحة ما قاله الكتاب دمنيا من 3400 سنة قبل ذلك لكن كعادة أو كعادة البعض لعدم امانة وخداع الناس بابعادهم عن النقطة الاصلية اللي تشهد نصحة الكتاب حولوها الاخناء وتحط المستشفى المجنين عشان قال بغسل اليد ولا لأ وعشان كان عنيف مع أسرته ولا لأ والضرب والتلام ده كله اللي قالو لكن الحقيقة اللي قلته صحيح واللي قالوه كانوا هم من الغير ومناثي وحندرس الكلام ده مع بعض الاتصال فبالفعل الكتيرة فما صدقهوش وليس لإدعاء انه كان عنيف مع أهله كما ادعوا بقلة أمانة هؤلاء المشاككين وده فعلا يشهد لروعة ودقة الكتاب المقدس الطبيب ده اللي كانوا غير أمناء المشاككين في كلامهم بدأ يحقق بنفسه في السبب وكلما توقع سبب وجربه ولم تتحسن نسبة الوفيات كان بيدور على سبب تاني لغاية ما جرب موضوع غسل اليد بناء على موقف حصل مع زميله أدى لوفاة زميله من التلوث واكتشف ان ده فعلا قلل نسبة الوفيات في النساء في الولادة فأعلن ده يعني نقطة دي اللي أعلنها لم يعلن الأمور السابقة والتجرب الأخرى اللي محسنتش نتائج لكن أعلن السبب اللي حسن النتائج فعلا وهو موضوع غسل اليد فكلمة فقط اللي قلتها واللي قعدوا يكرروها واللي ديقتهم قوي فعلا ده كان صح لم يصدقوا بل أهانوا وبسبب إهاناتهم المتكررة لي ومطردتهم الشديدة لي أتعبوه نفسيا فكمان لما أتعبوه نفسيا خدعوه ووضعوه في مستشفى الأمراض العقلية وبعدها ليس بسبب العنف ودي ما كانوش أمناء في النقطة دي ولكن بسبب تلوث جرح سواء من عملية أو ضرب يعني مات بالتلوث مات بالسبب اللي كان بيوصل أطباء ينتبوا إليه وهو التلوث فالمشاككين للأسف كانوا غير أمناء في اللي قالوه عن هذا الطبيب واللي شهد على صحة الكتاب المقدس يعني لما تكلمت باختصار وقلت فقط أنه نادى بغسل اليد كنت محقق في هذا نشوف مين اللي كانوا غير أمناء في كلامهم رغم الاختصار ومين اللي يعني آسف مين اللي كانوا أمناء في كلامهم زي ما قلت ورغم أن أنا قلت باختصار ومين اللي خدعوكم وأطالوا الكلام عشان يلخموا المستمعين الكلام اللي أنا هقوله هنقوله نصا من الموسوعة البريطانية عن هذا الطبيب وقادي اللينك قدامكم لللي عايز يتأكد ويفتحه ويتأكد من اللي أنا بقوله هحطه كلمة كلمة قدامكم ايه الطبيب ده وقصته ايه باختصار هذا الطبيب اسمه إجناز فيليب سيميل والز ده تولد واحد يوليا 1818 في بودابيست المجر ومات 13 أغسطس 1865 يعني تقريبا لما تحسبها تلاقيه عمر 47 سنة بس في فيينا هو ده اللي اكتشف سبب حمى النفاس بعد الولادة وطلب استخدام التعقيم في الممارسات الطبية تكمل الموسوعة البريطانية وتقول تعلم في جامعة بينا واستلم درجة الطب في بينا سنة 1844 وعين مساعد قسم عادة الولادة في بينا بعد هذا بدأ اشترك في مشكلة عدوى حمى النفاس وتزايدها في المستشفيات الولادة عبر أوروبا بالرغم من أن أغلب النساء التي تلت في البيت ولكن النساء التي تذهب لتلت في المستشفى بسبب الفقر أو لغير الشرعية أو بسبب مضاعفات هذه الحالات واجهت ارتفاع نسبة وفيات وصل ارتفاعها إلى 25% إلى 30% بعض الأفكار أي يعني أفكار فكر فيها مش نشرها يعني هو بدأ يحط احتمالات أن السبب هو الازدحان أو التهوية السيئة أو معدل الرضاعة أو الجو المرضي لكن سيميل وايز تقدم في التحقيق في السبب رغم معارضة رئيسه الذي كان يفضل بقية الأطباء وأقنع نفسه أنه مين رئيسه بفكرة أن هذا المرض لا يمكن منه تكمل الموسوعة وتقول سيميل وايز لاحظ بين النساء في القسم الأول من العيادة معدل الوفاء بسبب حم النفاس هي ضعفين أو سلاس أضعاف أعلى من الذين في القسم الثاني رغم أنهم متطابقين باستثناء أن الطلبة كانوا يتعلموا في القسم الأول والدايات كانوا يتعلموا في القسم الثاني يعني القسم اللي كان فيه الطلبة هو الوفيات طلب أضعاف ففكر في أنه لا ربما الطلبة يحملوا شيء للمريضات الذين يختبرهم أثناء الولادة لكن وفاة صديق له من جرح حسد حدث أثناء اختبار امرأة وهي ماتت من عدوى النفاس وتشابه فيما وجدوه في الحالتين يعني الراجل ده تعور وهو بيختبر امرأة وهي تصابت بحمى النفاس وماتت وهو برضو مات بنفس الحمى فوجدوا تشابه في الحالتين فتكمل الموسوع وتقول ده أعطاه تأييد الاقتراح وهو موضوع ان فيه عدوى بتتنقل من عدم غسل اليدين واستنتج أن الطالب الذين يأتون مباشرة من المشراحة إلى مكان التوليد يحملوا العدوى من الأمهات التي ماتت من العدوى اللي هم من في المشراحة إلى الأمهات الأصحاء اللي بيولدوا ملحوظة هو ما نشرش شيء حتى الآن ده فقط الاحتمالات اللي حطها وابتدأ إزاي يتأكد أن ده الاحتمال الصح بالاختبار فأمر الطلبة أن يخسلوا أيديهم بمحلول كلوريجير المطهر قبل أن يقوموا بأي اختبار طيب لما عمل كده حصل تكمل الموسوع وتقول بهذا الإجراء معدل الوفيات في القسم الأول تناقص من 18.4 إلى 1.4% فقط يعني ده النتائج اللي وصل لها في مارس وفي أغسطس إمرأة في الولادة في هذا القسم بعد موضوع إيه بعد ما وصل لموضوع غسل الأيدي رجال الطب الصغار لاحظوا اكتشاف سيمل وايز وأعطوه كل التأييد الممكن لكن مديره في المقابل انتقده ليس بسبب أن يريد أن يعرضه ولكن السبب أنه لم يفهمه يتكمل الموسوع وتقول في سنة 1848 ثورة سياسية تحريرية اكتاحت أوروبا وشارك سيمل وايز فيه جزء من أحداثها في فيينا ولكن بعد إخماد الثورة وجد سيمل وايز أن أنشطته السياسية زادت من معوقات عمله المهن في سنة 1849 طم أطاحته من موقعه في العيادة فبعد هذا تقدم بطلب أن يعمل في التدريس في كليات الدايات لكن رفض طلبه بعد هذا بقليل قدم محاضرة ناجحة في المجتمع الطب في في فيينا عن كل الأسباب الحاجة اللي نشرها كانت فقط وأكرر كلمة فقط اللي دايقتهم قوي موضوع غسل اليد في نفس الوقت تقدم بطلب مرة أخرى في منصب التدريس وبالرغم من أنه حصل عليه لكن كان هناك قيود مرتبطة بهذا وهي تعتبر شروط مهينة فاضطر أن يترك فيينا ويعود إلى بيست 1850 تكامل المنصوعة وتقول هو عمل لمدة ست سنوات تالية في مستشفى سانت روتشوز في بيست وكان وباء حم النفاس انتشر في قسم النساء بناء على طلبه وضع في موقع المسئولية في القسم فوسائله اللي هي موضوع غسل اليدين قللت جدا من معدل الوفيات في هذه السنة فتناقص إلى 0.85% ولكن في بارجو وفيينة في نفس الوقت لأنه كان قلص بها ابتدت ارتفع ثاني معدل الوفيات زاد المعدل وستمر من 10 إلى 15% رجع ثاني بسبب عدم غسل اليد لأنهم مصررين على رفض كلامه في سنة 1855 عين بروفيسور للنساء في جامعة بيست وتزوج وأنجب خمس أطفال وكون عيادته الخاصة وكانت فكرته قبلت في المجر والحكومة نشرت لكل المقاطعات والمسؤولين تأمرهم أن يقوموا بوسائل الحماية لتلسى ملوايز بغاية دلوقتي كويس نركز من هنا فيينا استمرت عنيفة جدا تجاهه آه دي السبب اللي خلاه يتعب نفسيا يعني ابتد يتعب نفسيا من الاتطهاد بسبب ايه اتطهادو بسبب موضوع غسل اليد ومدير مجلة طبية شهيرة على فكرة مجدير المجلة ده ده اللي هيشارك في خداعه عشان يرموه في مستشفى المجانين هو ده كتب أنه حان الوقت أن نوقف كلامه ضد العقل اعتبروا أنه بيقوله في موضوع غسل اليد قبل التوليد اعتبروا ضد العقل متخيلين عن غسل اليد بالكلوري قادي الكلام اللي بتقول الموصور البريطانية نكمل ونمشي مع بعض بتقول ايه في سنة 1861 سيمل وايز نشر عمل هو الأساسي في كتاب عن مبدأ حصانة من حم النفاس يعني الحاجة الوحيدة اللي نشرها مرة تانية ايه موضوع غسل اليد فقط الكلمة اللي دايقتهم او ارسل الكتاب الى اطباء النساء المشهورين واعضاء الهيئة الطبية ايه اللي حصل لكن رد فعل عام توجه ضده حاجات كلها دي اللي كانت بتتعب نفسيا هجومهم البشع وهو شايف الناس بتموت بسبب عدم غسل اليد وكل ما يقول الكلام ده يضطهدوه بشدة سلطات طبية وقفت بقوة ضد تعاليمه فكتب عدة خطابات للبروفيسورات الطب في دول اخرى ولكن هذا كان له تأثير ضعيف في مؤتمر في المانيا للأطباء والطبيعيين اغلب المحاضرين بما فيهم عالم الامراض ردولف رفضوا تعاليمه وتكمل الموسوعة ده مشكلامي انا تقول وهذه السنين من الخلافات ومعاناته تدريجيا اثرت على نفسيته سلبيا ولهذا في سنة 1865 عانى من ايهار عصبي ايه اللي اتعابه نفسيا واللي بتقول الموسوعة يعني بسبب مضيقتهم ليه عشان قال اخسلوا ايديكم فنقلوه الى مستشفى مجنين ومات من المفارقات ان مرضه وسبب وفاته هو كان بسبب عدوى لجرح في يده اليوم غالبا بسبب عملية اقيمت له قبل ان يمرض فهو مات من نفس المرض الذي كان يعمل ضده ويعاني كل حياته الاكاديمية تكمل الموسوعة وتقول بعد هذا سيمل وايز تعليمه تدريجيا بدأت تقبل في علم الطب واثر على تطور معرفة والتحكم في العدوى وتم تشجيعها بواسطة مين لوسبستير لا جوزيف لستر وهو ابو التعقيم الحديث وتكمل بعيد كلامها وقادي نص كلام الموسوعة وقادي اللينك اللي عايز يتأكد من اللي أنا قلت واو يعني طلع اللي أنا قلت طلع صح فاللي قلت أهو أكدت هولكم الموسوعة البريطانية وقالت اللي أنا قلت باختصار قالت بالتفصيل عرفتوا مين اللي كان محق ومين اللي كان غير أمناء في الكلام اللي قالوا هولكم طيب مش يمكن تكون الموسوعة البريطانية كمان زي ما تهم مقاوميسا هي متواطئة معايا تكون يمكن الموسوعة البريطانية غلطانة متواطئة معايا والوكيبيا لأي حد يقدر يغير فيها هي الصح اللي استشهدوا منها فممكن يتهمون يقولك آه انت هربت من الوكيبيا واستشهدت بالموسوعة البريطانية طيب نروح للوكيبيا هل الوكيبيا قالت انه كان مجنون من الأول وعنيف مع أسرته والتخريف وكلام كتير اللي اتهموه بهم المشككين عشان يغلطون والموضوع عمله علاقة بغسيل الأيدي طب نشوف مع بعض الوكيبيا كده ومين اللي كان غير أمناء في كلام اللي قال لكم قاد اللينك عن كلام اجنل سيمل وايز في الوكيبيا اولا لن تجدوا في الموسوعة في الوكيبيا اي شيء انه كان عنيف مع أسرته وان ده هو سبب اداعه في المستشفى المجالين ليه لكن الموسوعة بتقول انه فقط سلوكه تغير وبدأ يبتعد عن أسرته وما قالتش انه كان عنيف مع أسرته فين الكلام ده لما تعب من اضطهدهم بسبب موضوع غسل اليد مين اللي خدعوا واستدرجوا وحطوا في مستشفى المجانين بتاعته عارفين مين هبرا هبرا ده اللي كان بيهاجموا في الجريدة الطبية على موضوع غسل اليد اللي كان واقف ضده واللي كان من الناس الأتعبوه جدا نفسيا وقوموه بشد فخدعوا وحطوا في مستشفى المجانين ثالثا الموسوعة الوكيبيديا لم تقل انه فقط لانه وضع خداعا في مستشفى المجانين فحاول يغادر المستشفى خدعوا دخلوا مستشفى المجانين قالوا تعالى شوف المستشفى الجديد اللي احنا عملينها اول ما دخل رح حبسوه فحاول يغادر فالحراس تكلبوا عليه وضربوه بشدة وحطوه في غرفة مظلمة ادي الكلام اللي بتقول الويكيبيديا وكانوا بيكبوا عليه مية بردة وبيطعموه ويأكلوه زيت خروع ومواد تسبب اسهال شديد ومات بعدها باسبوعين فين العنف مع الناس ومع اسرته وفي الناس مع المستشفى المجانين كلام ده جابوا منين رابعا هو لم تقول الويكيبيديا انه كان كل خطوة بيداعي او حتى لو حاجات خرافية زي ما ادعو كان بيمشورها لا الحاجة الوحيدة اللي نشرها في محاضرات وفي كتابه موضوع نتائج غسل اليد وده اللي خلاهم يقفوا ضد ويعرضوا ويطعبوا نفسيا وفي الاخر يخدعوا ويضاكلوا مستشفى المجانين فهو اولا استثنى موضوع الزحان بعد استثنى موضوع تغير الطقس بعد ها وصل لموضوع العدوى ولقي ده فعلا بعدم غسل الايدي هو السبب لانه بغسل الايدي بدأ تتحسن النتائج هو ده اللي تكلم عنه وهو ده اللي نشره فقط الكلمة اللي دايقتهم موضوع غسل اليد يعني تقول انه بدأ يحقق بنفسه في السببب وضع احتماليات وبدأ يجربهم وما تحسنتش معاهم لكن السببب اللي تحسنت جدا بعد اكتشاف ده وتأكد من النتائج وقلت جدا حالات ووفيات بغسل اليد هو ده اللي نشر وده اللي بتقوله الموسوعة ومواجهة المعارضة الشديدة بسبب موضوع غسل اليد ده برضو تقوله لكم الموسوعة بسبب مضيئة الأطباء ومديرين وتعبو نفسيا جدا وفي الآخر خضعو حطوف مستشفى الأمراض العقلية ليه لأنه اعتبروها اهانة وقال اللي بتقوله الموسوعة باقتراح ان هو لازم تخسل ايدك فاعتبروه اهانة انه يطلبهم بغسل ايديهم فسخروا منه ده اللي اتعب نفسيا نفس الكلام برضو قالت موسوعة الوكيبيديا فهو تعب نفسيا بسبب معرضتهم ليه هو اكتشف ان الاسلوب ده حسن جدا نسبة الوفيات في النساء منع حم النفاس فلما اعلن الكلام ده اضطهدوه فتعب نفسيا بصيب اضطهدهم وخدعوه حطوه المستشفى المجانين ليه لأنه قال بغسل اليد قبل الولادة وما ماتش لأنه كان عنيش مع اسرته وكان عنيش المستشفى المجانين مين قال الكلام ده لعدم الامانة لكن قالت من جرح تلوص قد يكون جرح ده جاله من بسبب ضرب الحراس تلوص الجرح ده يعني ما سدقووش موضوع غسل اليد بل اهنو واتطهدو وبسبب اهنتهم المتكررة ليه تعبوه نفسيا وخدعوه حطوه في مستشفى الامراض العقلية وبعدها مش بسبب عنف منه زي مبدعو المشككين بدون امانة ولكن بسبب جرح تلوص من عملية او من اثار ضرب مات بالسبب اللي كان بيوصل الطباء ينتبه اليه وموضوع التلوص فهما مكانوش امناء في الكلام والعنف والتخريف والكلام ده كله عرفتم مين اللي كانوا غير امناء في الاله لكم بيهجموني انا في المقطة خدعو الناس في الدعاء انه كان عنيف مع اسرته وخدعو الناس في موضوع مستشفى المجانين لكن سبب تعبوا نفسيا اعتراض الاطباء على موضوع غسل اليد وحربوه الغالي ما تعبوه نفسيا وخدعوه ودخلو مستشفى المجانين عدد لم يكن المشككين امناء في موضوع لانه الحلول خيبة ولا خرافية زي ما قاله هو ما اعلنش الكلام ده اعلن الحاجة الوحيدة اللي شاف لها نتائج هي موضوع غسل اليد هو ده اللي نشر والف محاضرات والف كتاب قصته ده على فكرة مش بس موسوعة البريطانية ولا موسوعة الوكبيديا هتلاقيه مواقع كتير قوي علمية ايه رأيكم عرفتوا مين اللي كان رغم من الابدية ثم ده تضليل الناس في الاصل عن نقطة الاصلية هل نقطة الاصلية الدكتور ده مات عشان ايه وقال ايه والكلام ده لا نقطة الاصلية بوضوح ان الكتاب كان مضقق في الطهارة في وقت ما كانوش يعرفوا اي حاجة عن الاصابات البكتيرية وبخاصة في التعامل مع السيدة الحامل وهل علم الاشكالية ان المشاككين حاولوا يضليلوا الناس عن نقطة ولكن رغم ذلك يرجعوا ويأكدوا نقطة الاصلية بدون مرسول فيقولوا ايه ان النساء فعلا كانت تموت من النفاس بعدم غسل اليدين واسباب اخرى فمهو ده لنا بقولوا لغاية القرن ال18 كانوا بيموت بعدم غسل اليدين واختلفوا القرن ال19 ولكن روعة الكتاب المقدس النادى بالكلام ده من 3000 40 سنة قبل ما يختلفوا في موضوع حماية الام بعد الولادة او اثناء الولادة يقولوا التالي بعدها بكم سنة هيطلع عندنا باستير ولما يكتشف الموضوع ده مش هيحطوا باستير في المستشفى من حقنا نقول انك بتهرج علي ينا فبيقولوا اللي انا قلتوا ده تهريك باستير ولانا قلتوا ده تهريك وهم من كلامهم صح حتى نقطة دي مخطئين جدا فيها واضح ان هم من فعلا ما يعرفوش هذا الامر اما بيخداع الناس اولا ليس باستير بل جوزيف ليستر اللي اكد انه بحاس اجنس عن غسل اليد الصحيحة فبلاش قلت امانة بانتو حتى الكلام ده في الويكيبيديا والبريطانية قالوا الكلام ده بانتو حتى ما ارطوش الموساعات اللي بتستشهدوا بيها عشان تغلطوني وتطلعوا تقولوا باستير لا مش باستير جوزيف ليستر هو اللي قال الكلام ده فبلاش قلت امانة وعدم معرفة واللي بس تخدعوا الناس بكلام على فكرة تستير لهذا العالم المسيحي الرائع واللي وصل اليه من نتائج تؤكد ان الخالق او الخلق كله من الرب هو طبعا موضوع قانون حياة من حياة والطبيعة لتنتك كائنات حياة المهم بكده يكون اللي قلت في نقطتي الاولى من الاربع نقاط اللي هناخدها نهاردة مع بعض ان الطبيب اللي اوصى بغسل اليد وده اللي اشار اليه الكتاب المقدس من 3500 سنة هو الصحيح الطبيب اللي في القرن التسعة عشر اللي نادى بغسل اليد اتعبوه فعلا نفسيا باعتراضهم عليه ووضعوه في مستشفى المجانين ومات هناك فيزل الكتاب المقدس فعلا رائع في كل ما يقول والنقطة دي كانت صحيحة ولما استشهدت بيها على روعة الكتاب المقدس وتضاف لبقية النقاط الكثيرة جدا اللي تشهد على روعة الكتاب المقدس وصحته وده وحي الهي ليه لو الكتاب المقدس ده من كتابات بشر من 3500 سنة ايام ما كانوا بيقولوا خرافات مضت كان مستحيل يقول اشياء صحيحة يكتشفة لعلم في قرن 19 وعشرين ومتعام اللي ما كنت اقدمه في اصلا نقطتي هي روعة الكتاب المقدس اليشهد كلام ده على دقته وقال اشياء اكتشف صحتها بالاف السنين بعدها بطريقة تؤكد مستحيل يكون هذا كتاب تأليف بشري بل وحي الهي